الأخبار الأخير نختمو بالتسريح للعب المنتخب الواتنية تونس اللي مش يكون حاضر في الكوبد أفريق نحكيه على حمزة المثلوثي كان جا عندي دعم إعلامي في تونس راني موجود في كان الكود ديفور 2024 وراني مشيت الكأس أفريقيا فهم منو ناصر؟ والله فهم منو الدعم الإعلامي هز لعب سعاد ينجم يعاوني لا تويت هزم لعب ينجم اي بلحق والله ينجم مقتلة تبدأ تحكي عليه على أنت كمسؤول تنجم تردخ ساعات الضغط إعلامي بلاتويات كل تقول لك لعبة ذاكة ولا هزة ذاكة تولي تمشي في القرار لانتساس الغضب هو معانتها يزم حاشتين يمشيوا عن برالات معانتها حاشتين إذا ما ما يكونوا من أنتساء المردودة متاعك يزموا يكون يجلب الأنظار ويخلين الناس تجم تتكلم عليك إذا المردودة متاعك يكون منتظم موجود لكن زيدا كيف كيف كيتسوق المردودة ذاكة وتحطوا عن فالور والناس تحكي عليه والمدرب الوطني يسمع بي يسهل العملية اليوم تواحنا في فترة وجهزة حارس مميش وقت اللي جاء للترجي معانتها مازال صغير لكن فما إجماع كبير بعض منه يقولك يمشي مميش والآخر يقول ما يمشيش على خاطر لدع مر للدنيا لكن الموجود المشروع موجود على شخص المميش قاعد يتقلق في الترجي معانتها فميش حاجة بالصدفة أنه واعد يكون في الدار مش قاعد يعمل في مردود منتظم مقاعد يعمل في مردود بي أنا معاه حمزة كما إعلامي الحق ماخداش حظه كما يلزم بيش ينجم يتسوق هل نسمعه شوقها لحنا بش نعطيه حقه وعلا خل ما حكينش عليه نحن رحكين عليه بعض لليست عاملت ولولدت في التيارة ولكن من باب الله أما نسمعه شوقها الحمزة لما ثلوثي في تونس يعني في تونس حتى في المنتخب أنا دايما الحلقة الأضعف دايما في تونس أنا الحلقة الأضعف عشان أنا منيش ابن الترجي ينعب في 4 سنين وبحترمه بيحب جماهيره ويحبه على عينه وعلى رأس أنا ابن بنزرتي أنا بعشق سيابة اسمه بنزرتي أنا ابن بنزرتي وبعشق ندري هذا بنزرتي الحدد دلوقتي لكن ميدو في تقريتي لما أكون في يعني في الواحد الماتشت المنتخب لما يعني أعمل ماتش نص ونص ما عندكش فكرة ما عندكش فكرة يعني أنا دايما الحلقة الأضعف ولا عندي إعلام ولا ما بلعب ومشي هل عدم وجود ظهير إعلامي لك في تونس هو كان سبب من الأسباب لعدم انضمامك لمنتخب في كاس الأمم سباب كبير يمكن يمكن سباب كبير يمكن تعرف علش يمكن تعرف علش يمكن أنا زد الممرن نخب الوطني نعذره شوية مه المدرب تعذره مدرب نعذره شوية عشان لو هو حطني في القائمة لو أنا كنت مجرد في القائمة كان حصير عليه ضغط كبير هذا كلام يقول لك مانيش ولد الترشي مانيش ولد أفريقي مانيش ولد الأطوال مانيش ولد السياسيس أنا أصلا ولد السيابي معنيش مكينة كبيرة معنيش جمهور كبيرة وراي معك أنت نقعد في 20 ثانية خطى الوقت في 20 ثانية كلامه صحيح 100% معناه هو بيدو كان خرج مترشي ولا من الأطوال كان جايل عفت ترشي ولا في النجم الساحلي ولا في أي فريق الفرق الكبرى بيش يكون الضغط أكبر الوجود في المنتخب الوطن حسعيد للمنتخب حسعيد الحمزة المثلوثي إن شاء الله بالنجاح في قادم المشاركات وفي مستقبله على كوري ولا يدباه لا يدباه لا يدباه لا يدباه متربي عاقل تبقى خيارات المدرب ونتمنى أنها تكون خيارات عن قناعة مش على الكلام اللي قالوا حمزة المثلوثي اللي أنا نسأل في السؤال ولكن نعرف أنه هذا موجود مش كما تكون في الترجل وكليوبر وبيعي الكبير واسمك يدور واسمك يدور وجماهير الدز وديرجونات اللي يحضروا في الجامعة وقويين يوصلوا كما تكون ولد جماعية أخر للأسف ما احترمنا لبقية الجماعيات ولا رأسهم إلا سيابي انتهت الحلقة نلتقي بعد لحظات مع شيخنا سيف الدين الكوكي